لما يكون هو ضيفي وتعودت أنه كل عام يكون ضيفي تكون حصة ذات طابعة خاصة ذات نكهة خاصة لأنه في البلاد ما عندكش برشة منه وسعيد جداً بمحاورته ونفرح برشة لأنه نعتبرها بش تكون حصة استثنائية بالنسبة للناس اللي تسمع قبل ما تكون ليا وإلى لي فسعيد جداً باستقبله بمحبة كبيرة الفنين القدير والكبير فتح الهداوي صحة شريبتك؟ عشت ربك سنهيد شنا حبيرك؟ ربي أحمدك شوفت البست باللون الأحمر واللون الأحمر لون مسارعة تثيران وهو لون معنيتهم حميسي شوية ما عندي حتى شعور بالمسارعة لذلك ليه شعورياً؟ ممكن بما أن البست السباح قات بها قات بها اختيار اللون موفق ألوان مزايكة فيه ألوان فرنسا لا يطغى عليهم لون الأحمر شكراً دم الشهداء دم الشهداء بيه فتح الهداوي صحة شريبتك مرحبا بيك شريبتك بلها بيه حب نبدأ معاك بحاجة قادة تتقال برشا عليك انتي هو أنه فتح الهداوي يشتريته مقابلاً مادياً ليظهر في البرامج الإذاعية والتلفازية بعض الزملاء تشكيه صراحةً قالوا ما هوش معقول فتح الهداوي يعتبروك ملك نحن نتشكيه موش انتوما نحن نتشكيه خاطر في الدنيا كل وقلت لك لماذا برشا مرات نعرش عليش مفترين نعودوه ديما أي ظهور لأي فنان على القنامات التلفازية والإذاعية عنده مقابل حتى إذا كانت في إطار بروموسيون هذا كموضوع اكتفاق ما بين أطراف الانتاجية نتاع العمل وبين الإذاع نجم نقوله أنه اليوم وجودك معنا يدخل في هذا الإطار نعم لكن أنا عندي لذة خاصة وعندي شعور بالراحة والإطمئنان المعرفي مع سيادتك انتي إذا أنتي ممكن نكسر كل الحواجز ماذا نفعل في غش بعض الزملاء اللي يصرحوا عندها صراحة توجحهم؟ توجحهم يلزم يراجع روحوا لويش وجعدتو ثانيا نتفديه ونحاول نقوله شوية شيء من الحقيقة لأنه هذي الحركات هذو مش باهين أونونا با بزوان ريال ما معناش في حاجة أنه أنا طلبت تدرى شنوة وفهم نوع من مش مشكلة مش مشكلة دي نوع من شنوة الكلمة الكلمة نوع من التصغير مليون مليون مازلت ما بديتش نحكي ناخذهم مازلت في الدار ناخد منهم برش وعيب للتداول على الفلوس كلم على الفلوس لأنه هذي نوع فيه نوع من الصفق الناس عايشة في أوضعيات اجتماعية صعبة ونحن نحكيون الدول على الفلوس وهو مليون وهو خمسمائة وهو كل خلينا نجاوز الموضوع هذي لكن حبيت نقول حاجة إشارة لصديقي وحبيبي جدا أنا نمن بقدراته التنشيطية وصديق قديم في الواقع نوفل أنه أنا اتفاجأت أنه عملت مع حصة في البروموسيون يوريني نحكي في موضوع تنقلك عليه شنو وبعد يحذف كل الحوار اللي دار حاول موضوع ذاك اللي هو موضوع هو بالنسبة لنا تقني ما هو شي موضوع شخصي نتعلم فيش شنو معنى تقف فيش فهوش بد على موضوع كيفاش أنا لا فيش وجينيليك والحكاية الذهم اللي يحكيوا فيهم لهم ما يخصوش لحقيقة الجمهورة تعرفوا أنت أكد مدام تحكيت عليهم أنت أنا تأكدت أنه اللي يخصوا الجمهور انخرط الجمهورة تونحكي معك كمال يخنس أنا منحاول نكون منحاول نكون بما أنه تترح موضوع على فيش على الجمهور شنو معنى تلافيش وشكو اللغة في الجينيليك كذلك أمور تخص الإنتاج وحريقة الإنتاج بعضه يعني علاقة المواثين والفنانين باللافيش هذا الموضوع ما يخص جمهيره نتيجة يوصلوا لها المنجيين والفنانين وتخرج لفيش لكن اللي أنا أثار انتباهي أنه مثلا جبدنا على دورة زميلة دورة زروق عاملا أفيش وحدها ما عاملا مكياز وحدها لا مكياز وحدها هذا لا يندر ما هوشي ما هوشي حيرة فيه احترافي أنك واحد يعمل فيش واحد يحط روحه هو القدام وتعمل فيش واحدك أنت قورتري طالة لمية بوحدك أما أنت تقرر أنك تكون أنت من قدام وتحط معنىها جيش عرمر من الممثلين والممثلات مثلا نذكر لك على سبيل الذكر وجيها جيها بريسك ما تشوفي شيكرا ما تشوفي أنا هاوك بالشاشية يقمروني رياض حمدي أنا بارك له أخذي جيز رياض أما وين على أني أفيش تحت على مايسترو أجبلنا على الموضوع هذا يخي هو في البروموسيون في شي اسمه هو في البندانونس بندانونس حتى ثم في البث نحا إذن ثم مشكلة صارت بين بندانونس وبين البث درا شنو اللي صار هل تريفون استفسر؟ لا ما نستفسرش هل نستفسر مش خير نستفسر هاكيا أمام الملأ لأنه أحنا مناش قاعدين نعملوا في حاجة بالسرق هذا من ناحية من ناحية ثانية أنا كل أذان مصاري أسألت بيه والله يخل نفتح معاك بلف إذا فيش والوحد وهو أنت قلت مهمش الجمهور أنا كنت نتقاسم معاك نفس الفكر أخير أنه لما حكيت معنا في الحصة على لا فيش وإني كلول في جنيريك إلى غير ذلك لحتى أنه الناس اهتمت فأصبح المقطع هذيك اللي حكيت عليها على النظر السعدي إلى غير ذلك الأكثر أنا الكلام من النظر السعدي مش الموجه على النظر السعدي موجه الكمال أنا لم أفهم عليش نظر السعدي قبل الكمال يعجبك شي طو البطل المتاع العمل بطل شنو لا فهم كيفاش دخلنا في خصوصيات المهنة مش حكاية بطولة هاي حكاية القيمة الاعتبارية للممثل إذا دور صغير ينجم يكون غاست ضيف إذا دور حجمه صغير أما إذا دوره كبير ما فيش ما فيش نقاش يعني كمان تواتي ممثل كبير الثاني هو لا يزمو كلول في رأيي مثلا نعطيك ناخد أنا مثال مثلا أنا شفت وانسو بانو تايم الفيلم اللي أخد من تارونتينو معاه في تارونتينو فما خد مع برات بيت وخد مع ليونار ديكابريو وخد مع الباتشينو برات بيت ليونار ديكابريو حطتهم أفيش والباتشينو موش نظال سعدي كلام والباتشينو يعني تهدي الباتشينو بالفعل نحكي عن القيمة الاعتبارية على الصنعة الخدمة كيفاش كلام هذه الباتشينو تحطه بعد برات بيت ما واختار ربما دوره أقبل حتى الوكيد الباتشينو من المسؤوليتك نغارد خارج السرب ينسير عمري كامل من نغارد خارج السرب تريد أن تصنع قانون لك؟ لا 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 نصنع في قانون لي علش هو بيده نزال عنده اعتراضا أنا نكون لولاني في اللافيش هو ولا بن قمره ولا جماعة كل ما أنا عملنا أولاد مفيدة تباك الحالة لولاني في اللافيش لأسباب عديدة أهمها؟ أهمها؟ أهمها أنو هكاكا تجي لحكاية أبو شوف هكاكا تجي؟ كان ممكن يقولوا لي لا؟ أه طبعا سامي الفاري قال لي طبعا بيانسير هذا يتناقش الموضوع سوصل نفس الشيء؟ قتل ما بيانسير؟ هو قال لم يشترت شكوم قال؟ ندار السعدي قال لم يشترت كارو يشترت كارو اشترت قد كامل مثل كبير ما خلطوش الأمور تضيع الطاصة كما يقولوا الشرقيين كل حد كل دار في كريها نضاء البركة الله فيه قاعد يجتهد يخدم في خدمة معينة وكل سوني جميل ونفوده كمان فاتحي أنت في كل أدوارك في تونس تقريبا أنا مالي بديت ديما في الأولين بستثناء مرة واحدة مرة واحدة أخذت بخاطر سلمونس فلاز على الله يا رحم فقط في الشرق مهم جدا أدوارك وقيمتك التمثيلية ساعات تكبر ديما يحطك ضيف شرف ويحبتك ثالث ولا رابع الضيف ويحطه النجم الكبير أتونسي 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 إذا كان في هذا انقاس أو تنقيس وقيمة انتمائية واحد قل قتلنا في الشرق ونعمل بطولة من الأول ديما ندبر دوير صغير لا نحب تطويل ونبدأ نصور أربعة وخمسة شهر وأنا على أحسان بس ماو في دور أقل وهذا صار دائما في الشرق ملنجمش أدوار الشرق تضيف تضيف لهم هما أنا ما ضيف ليش حاجة كبيرة كيفاش بوابة الشرق ليست بوابة سحرية بالنسبة للفتح الهداوي سحرية لا حد شي عادي جدا احنا مع الشرق مع الغرب ونفس المعطيات نفس المواقف ونفس الخدمة عندي سؤال هو بمثابة اللغز بالنسبة لينا لماذا أشرقت في سوريا هو مش في سوريا مش في سوريا هو سوريا والأعمال العربية الكبيرة سوريا سوريا أردن لبنان الخليج العربي لكن في مصر اللي هي هوليوت السرقة الخدمة كان في سوريا علش؟ علش فهمة نحس عندك موقف من مصر عنديش موقف من مصر يا أخي عنديش موقف من مصر عندي موقف من كل ما هو تمويه سواء جاي من مصر ولا غير مصر في المهن هذه فهمة برشا تمويه طوي عجبينك اللي غنيوا الكل نجوم وين شوفناه؟ أما مصر تخرجت النجوم؟ تخرجت ممثلين كبار وخرجت ممثلين كبار؟ وخرجت ممثلين صغار؟ الميليجي مثلاً اللي حكى عليه صاحبنا سيتان جران كوميديان الميليجي طوفيق الزقن أيقونا طوفيق الزقن وش دد زدان؟ حلو التشبيه ميليجي أما حتى جدد زدان محمد رمضان والاخر قال لك اساس مو أنتوني هوبكينس بي سي مانيفيك والاخر قال لك يقلد في برندو ومغروم ببرندو مي سي بيعا كي تذكرتين تذكروا معنا ذوم تصور معنا سي مانيفيك دفع نشكرهم على التشبيهات أما في نفس الوقت؟ محمد رمضان لن ينتمي إلى سنف الممثلين محمد رمضان يعمل في حاجات باي يبعطي الساحة برك الله فيه يعمل في حاجات فازات باي يمشيين في السوق بتاعهم مهوش ممثل متراش ممثل؟ ما عندوش مثلاً العمق متع أداء مثلاً أحمود الميليجي هذيك مش بالوقت وبالخبرة؟ لا، إنا أ مصاروة من من الشباب لمصاروة اليقنعوك؟ شفنا أحمد سقا شفنا شفنا أحمد عز شفنا شفنا من البنية ما يعز الدين شفنا فم السيمي تقول فيها ما نعرفه ما نعرفه ما نعرفه إذا كان فم حاجة قوية برشة تو تظهر مصر ما حبيتش تدخل لها ما عنديش دافع أني نمشي أنت ممثل كبير في تونس اسمك عربيا معروف مصر خدمت على تلاقح السوري المصري شفنا جمال السيمين بالمصري متجدهش المصري اللهجة متجدهش نكلمهم كل أما ما نجمش المثل بلهجة مش لهجة هند أخطأت هند عندها ملكة ما هيش موجودة عندك أنا كانوا جيوني سيناريوات باللهجة في سوريا واحدة السعين مو سرس اللي عملنا فيها اي يجيوني برشة سيناريوات تختار هندها باللهجة ما النجم خات اللهجة تفترض أشياء تخص البيئة أما كتمثل باللغات هي مرجعيات حضرية مثل بالانجليزي والا بالإيطالي والا بالفصحة بالعربية الفصحة والا بالعربية الفصحة لديهم أصلا تونسي ولديهم أصلا تونسي أصلا مغربي كنت أت 갖고 كمان كنت أعملوا أنت كيف كما نفس كمالا فيديو أمير فيو ترافاي والتلاقح اللي صار التلاقح العمل ما بين كمال وما بين ما بين سوسن فعال قاتل كمال صعيبة الكاريير انتها شنو الصعوبة انتها انه قعد سنوات طويلة يعمل في سليمان لابي وقتل يتدخل حتى شين كونري عانم المشكلة له انه عمل جيمس بون لسنوات عديدة وبالضرورة انه بشيوح الغادي كمال ممثل في الجينات ما ينجمش ما يكونش ممثل مستحيل ما ينجم يكون كان ممثل وممثل تسمى عليه الكوميديا نجاح في الكوميديا لكن هو يحب يخرج مجل باب وستيريوتيب والانطباع اللي عند المتفرجين عليه فعمل المجهود جبار حتى لين تخلص قوة مخرج او قوة ممثل التفاعل عبدالحميد بوشناق عم نقوله كمال اعطاء اكله والتفاعل وكمال لم يعطي اكله فقط بل تبين سيكونكريتزي انه كمال ام بالات عمناو عمل لقطة عبدالحميد بوشناق في النوبة حليت الباب لكمالة بتي وكانت رمزية اقرب للميكروب بش نجاح منسمعك بش نجاح وكانت رمزية وكأنك بفضلك انتي لا لا اذا رمزية هكا تتقرأ او بفضل عبدالحميد بوشناق فتح الباب لا كمال ما وش مستحق بش نتحوله احنا ملا الصورة مهيش عفوية انتي حليت الباب تخل خطر انا نختم في كباري وهو جاي كزايا بعد انتبع البرسوناج نعرف اما المخرج هذكا كانت لقطة الاولى مانتها الباب تحل مش هيالش اذا كانها هي باهية وتنم على محبة وكل مش هيالش عملوش تأويلات اللي هي شوية مهيش شوف واضحة شوف حلت الباب تخل يبل ها حلت الباب تخل شنو المشكلة عندها رمزية وعبد الحميد يخدم على الرمزية شوف كمال عملنا اهلا كمال مثلنا حديد في حديد مع بعضنا مسرحية معنا سيلي معنا صباح مسرحية هزلية ناجحة هزلية فيها ميزيك برشا ناجحة كمال كمبي بصراح يجبك تكون عندك مستوى عالي من الدق ومن التركيز بش توصل للمستوى الاداء ذك انا نشوف كمال نشوف في قدامي انا ما عادش كمال ولا شخصية مسي اكسرا كل ليلة مدة عامين ولا خدا ندمت انك حرمت من ان نشوفوك في دور المروكي ولا ليه لا باديوتو اه فرحت ياسر لانه العمل كان مميز نحب ياسر سوسن كيفاش تعالج الشخصيات كيفاش تعالج رغم كل شي رغم فم شوائب في كل الاعمال انما ممثلينها طلعوا في حلبها لانها تتبع الممثلين وتتبع الرمش تلعين وهذا شهادة متاعي انا مجروحها لانه جسوي ان كونديسيون اما بالنسبة تريقتها والمعالجة عمناول شخنا شوفوا روف محلين بن عمر شوفوا محلين روف السمبليسيتي لريجور شوفوا اذا دا محلين عمناول في قلب الضيب عمناول قلنا هاو الممثل وين الدور تلقاه نسيك في الدور الاخر حرمتنا بالإكسكلوزيفيتي اللي عطيتها مسير ساعة ساعة يجبك تعمل لأسباب عديدة ماديا بالأساس ماديا بالأساس الإكسكلوزيفيتي ساسو باي مامسي جتي باي مي جوني باي اتي باي اسي انكور اي مج مج مش المش مش المش ايما هي ذك هي بعد نحية ساعة المونتج ساعة المونتج فتحي يتدلل على المباشر المسلسات عملت ومستوى حلو برشا مفهمة حتى حرمان في الموضوع بل بالعكس ربما كان خذتانا ماروكي ربما كمال ياخو حاجة أخرى ما تظهرش الجانب الوضاء فيه انا هاكا جوفوالي شوز راو اذا كان مشكل مادي هاو محسون طبع خلصت عليهم الزوز انا عملتوا انا نشوف المشهد ككل المشهد التلفزيوني تمثيلي ككل انا مسؤول حس بروحي مسؤول مش قاعد نقارن في بروحي بالنس جونسوي باردون لكم باريزون انا قاعد نستقرى في المشهد قاعد نشوف قاعد يصير عساى انه بالشوية بالشوية نمشي و بالمهنة بتاعنا الحاجة اللي هي كنا نحكيو فيها انا وياك في الكواليس اللي هي الانترنسيونال اما انت جزء من المشهد هدايا انت جزء او خليني نقول في الممثلين انت القاطرة الاساسية لهذا المشهد القاطرة الاساسية بمعناها الكبير متاع الحومة لانه اليوم وقت اللي نحكيو على فتح هداوي احب من احب وكره من كره هو الممثل اللي هو عنده الكاريزما متاعه اللي تخلي الشركات الكبرى تبحث عليه عمل فتح الهداوي وين فتح الهداوي بيش يكون موجود احنا بيش نكون معا وهذه حقيقة لا ينكرها الا جاحت مش مشكلة هذه يعني القاطرة ولا الفقون الثانية مش مشكلة احنا يلزمنا مع بعضنا بالليبل هذا مهم بالنسبة لي لو عنا الامكانيات الحقيقي طوى مثلا في الانفورماتيك دور في نمشي البريز ولا بروكسيل نلقاهم في المترو نلقاهم في الرستورون يو اشتخدم هون انفورماتيسيان وين قريت تلقاهم قاريين عند ستار الأخضر في اسبري ما شاء الله يدخل الحم يخرج مرقاز عنده يدخلوله متوسطين ما ياخذين الباك بالسيف ولا موش ما ياخذين يخرجوا مهانسين يمشي يعني التالان يتحبقوا الموابط تونسية يا أخي موجودة موجودة في الممثلين موجودة في المخرجين موجودة في كذا فما نقاس عنها يلزمنا اللم المروحن يجب أن نحطه نتعامله مع الميدان ومع الروحن ومع مهنتنا بطريقة أخرى بعقلية أخرى عسى أن ينفذ أحدنا مخرج كبير لحاجة يولي في اللي بلاتفورم الكبار ويجر في جرته ممثلين ودي تكنيسية تترا هنا نحب نعرج على خدمة أخونا سيلة سعد الوسليتي حرق وهو عمل مميز عمل خطير ولسعد شكرته هنا ضربت له تليفون قلت له خدمت معه مايسترو طبعا علش علش ما كنتش حاضر في حرق لخطير عملون عندي تلسة مسلسلات ما جنش نعم رابع ولو صاروا تسلات أني نكون مع حرق أما في دور رياض حمدي ما نعرف شونا هو دور البطولة شو شط ما نعرف ما نعرف هذك هو الدور والله صررت عيشة باركال عليها عيشة باركال عليها ممتاز على في انترافاي اكسرا 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 عيشة المسروحة منك شوية جروح ذي الثانوية رياض حمدي شنون لعبة عملي بسرين جدد ممتاز ممتاز تقطيع ممتاز 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 اكسرا دور يزم شد ثنية خطوة ما قاله لا سعد هو الاجران مشاء الله نرجع للعيشة عيشة ما عبد الحميد اشي اسمه استنى استنى كان يوم ستنى هني جاي العبد الحميد هني جاي العبد الحميد عبد الحميد اما ملف عيشة والممثلة المصريات المثلة التوانسل في مصر زلت لسال ممثلة المصريات في مصر تراجع تصريحك ترجع على شنو؟ درة تغشت على شنو تغشت؟ على تصير حكي أنه تألقنا في تونس أكثر من مصر قالولك يا فتحي أرجع شف شنو عملنا في مصر شوفك النجاحات هدو منكم لو كان عايشة عاملت مخير من هذا الحرقة؟ تاخلي تحب لعبة نوتون شفتو ولا ليه؟ لو كان عاملت خير من الحرقة تتفضل سي سبجكتيف شوية؟ شو سبجكتيف؟ سي ديسكريبتيف سي مم با برسوني بالوصف أكد لك لعبة نوتون شفت؟ مستوى عالي لعبة نوتون سناء؟ ما شفتوش ربا ما عملت خدمة به شنو شككنا أنه عايشة ممثلة قديرة همري مشككت أما قلت خدمتهم في تونس لحد الآن أهم من خدمتهم في مصر والدرة موجوعة قد لك خدمتي في مصر أكبر وأهم من خدمتهم في تونس لبنائت خلينا ما ننظر لبنائت خدمتهم في تونس عاليش تحب تعاود نفسه للي على خط في مواضيع ما خير سنة كسوس خدمتها في تونس خير من المصر في ريال جراجة خدمتها في تونس خير من المصر هند خدمتها في مصر خير من تونس في ريال في ريال جراجة ما نقلت خدمتها في تونس خير من المصر وعيشة كان خدمتها في تونس خير من المصر يا أخي ولا تخدمتها في تونس خير من المصر نرجع عن موضوع مهم على الأخر بالنسبة لأينا طبعنا من الأول للمسلسل فما ناس قالوا مسلسل جيد ما فهموش الصورة محمد مغراوي ما هوش بش يعطي دروس في الصورة يمكن محمد مغراوي اليوم عندها نحنا أصغر من أن نتكلم على خدمة محمد مغراوي تونسي القاس صعوبة من الأول بيش يفهم حاجة مختلفة فوق أبلي السيناريست والمخرج سألوهم الأسئلة ذي خات الممثلين مش مسؤولين على المقاعة معا نحن مش مسؤولين نحن عن الدول قالك يموت في الصتاش يموت في الصتاش يبدأ هكيكا يبدأ هكيكا موش معهم هنا في الكتابة ليه ما هو زداء أنت زداء الممثل الأساسي شو يقتل في الصتاش ليه يعني يجب أن تعلموا زداء مش بالضرور إذا نشد وجوه الناس 30 حلق ما جام بكو اللي بتي لا أقول لنش إخي أنا مش هدي في أولاد مفيدها أكثر من الأولاد بادي تو ولا في الأخر أما كان عندك حضور دائم ومؤثر على الأقل في كل حلقة عندك سيكونس اللي هي دائمة ومؤثرة هنا في سيكونسات معينة ومشي على روحه يجب أن تأكسبي يجب أن تأكسبي يجب أن تأكسبي مغير قتل البطل يعني مساهمة كذلك في قتل العمل بو ربما شافوها ناس هكي وصنوا تذمرهم تعالى عديد من الناس اللي يقول لك رأوا مغامرة عبية ما عاشت نتفرجه ولي يقول لك كذلك ولي يقول لك أنا كنا نتفرج فيه على خاذ ربما فمش شوية مغالية مش مغالية مش مغالية فاتحي الهداوي فاتحي الهداوي خليني تفقوا حاجة ما غير ما تتصنعلي تواضع لأني نكر هتواضع المغلوط تضحك شوف العمل مهزوز على شخصية الغول نتفقوا شخصية الغول الناس يزي ما تشبع بها تواصل العمل العمل وقت بدي يشد العمال الأخرى وفات الناس بدي تتركز على الغول بدي تتركز على الغول سامير ويفي يكتب مغامرة غبية من القائمين على المسلسل فنيا فهو على الأقل كان يتحملوا عبقى بطء الأحداث مع أنتها وقت الأحداث كانت بطيئة كان فتح الهدوية بمجرد حضوره كان يسحر الناس ويشدهم لأنه يغطي على نقاط الضعف خاصة في التمثيل لأنه فما تفوت في نقاط في التمثيل لكن فتحه لوحده يمثل نصف وزن العمل هو نجم شباك بالمفهوم التجاري والتضحية به حماقة فنية وتجارية استعمل كلمة الحماقة الفنية والتجارية أنا نسمع في المنتجة قالت نعم أخطأنا البارع في يفهم في مع الزمين محمد الخميسي قالت أخطأنا أخطأنا أنا نقول يحدثوا هذا حتى في العائلات الكبيرة تهار ريف شوف أخطأنا لكن فتحه أنت الأكثر وخبرة كنت تنجم تقول يا أخي عليش تقتلوا فيه تاوت يقتلوا الحلقة الأخرة هذه أنا من الجم نحشم شو تحشم؟ أبش قولكم نحشم أنا مرة في مسلسل أي واحدة قرأت شو سالسانة خدمت فيه مجدنا نذكر لك شي واحدة قرأت ستاد نوة بش تمثل واحدة قلت لأ دور شوي كبروا لي فيه دوي كبرول دوي كبرول ملقاوش يزيدوها جدوها من دور متاع واحد أخر يا أخي هي والتي يعني طيب ندخلوا فيه إحنا أنت يجبك تحترم وتنظر إلى الموضوع كما هو إذا كان عندك سيناريو يموت في الحلقة الثالثة ولا 16 ولا يسافر معاش يرجع ولا كده ليس فتح الهذاوي الذي يقتل من الحلقة 16 في عمل يدوم 30 حلقة هذا شو صار شو نعمل مغشش على الموضوع لا موش مغشم مستقل لا ما نش مستقل شي شي نورمال يتحملوا مسؤوليتهم والأسأل ذوما كل يسألوا عليهم المخرج والسيناريو والإنتاج والإنتاج بالأساس الإنتاج قال لك هنرتكبنا خطأ يمكن لو كان جيت أنت قاعدت معهم وقتولهم وقصهم لحكاية هذية يمكن يمكن ما تسير شو موقف ديما كي ما يخصني الموضوع ما عاش نجم يخصك هذي شخصيتك لا ما أنه يخصني من نجم شو نقول أنا خطأ ديما لو عبو في حيز صغير عموما أنك تشوف أدواري كل مش طويل قليل في نعمل دور طولت فيه أما يظهر أنه طويل وما هو مش طويل أما هذي لأنه فيه شوك أنه فجأة أن مات لو كان لو كان بشوية بشوية وحضرنا له فيه شوك لك تستاء المتفرجين تستاءه مش شوك وكأنه زج به للخروج ربما مكتوب هكا أو ظهر هكا زج به للخروج فليخرج ماذا شكون مش يقرك مصلحة شكون ما نظن نأخذ النعود اللي استعماله بسمير ويفي يحكي على غباء وحمق الفنية بسمير مغشش مغشش ربما نرفز نرفز وإنا نشاطر نرفز نرفز أنت زاد وصح بينك ونصار يصير خطف الانتجات الكبيرة في العالم ومش مغشش باديو تو معنا نحنا يمكن نحنا مغشين لأنا كنتي مش مغشش باديو مش هذالي غشش مش هذالي غشش فتحي هداوي نحب نحك معك على ردود الفعل كان معايلة من النهدي فتحي هداوي مافاجأنيش عم نور كان خير عجبني فيه ولد مفيدة يقول حتى حد ما يشك فيه أنه فتحي هداوي ممثل كبير لكن المشكلة في الدور فتحي جرب الكوميك ما مشلوش في الرئيس نسجع لمنويلي بش عمل الدور ممكن جيتوا الفكرة من دوري في مسرحي تعرب نقول رد بالك لتوالي محمود المليجي حيثو كي منه يعمل في دور واحد في حديثه على دور داندي كوميديا ما يخذى بالخاطر مش كوميديا معامقة وين تتفق معاه وين تختلف معاه أنا لمن كل حاجة برك كل روح ودي أقرأ رسالة الغفران صفح من عرش أقرأ رسالة الغفران وتفهم شو البوضوع كهو وين تحبه يقرأ ابن القارح وين يمشي معاه يبدو يقرأ بكل من الأول حتى الجطفون من الله الرحمن الرحيم حتى الأخر وعليش تنصح بالنسبة للعكيري لحظة هني جاي العكيري يقرأ شيكسبير يزمو يقرأ شيكسبير وخاصة يقرأ عطيل طو يفهم شنو نقصد قاتل نتكلم مع صفوات القوم ايمان شوف ما نجمش ندخل معهم في مناكفات مش مناكفات لا وتشكون أنا نقول لهم أقر كين قلتوهم مقبل أعودوا أقرأهم مش تفهمهم مليح لو نفترضوا أنه لمن نهدي قرأ رسالة الغفران مرة أخرى يقول أنه منحقوا بشي يقول أنه عجبتوا عمناول أكثر من سنة منحق الناس كل تقول أي كلام المشكلة في الدور جربت الكوميديا تفاصل الناس هن ربند يعني أنا مجان ما نجواب 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 ووحد يقول لك هكا هكا أنا بش نجواب وكين الأجوب توصارت مناكفة بين منتج ومخرج في رأيهم في المثلين في أمريكا ياخي المخرج كتب للمنتج كتاب قالوا شمعاتها التمثيل كي كتب كتاب قالوا التمثيل روجي هك ياخي لأخر جاوب وارتيك المطول يعني كتاب 60 70 80 صفحة قالوا هاو نظر التمثيل شو لي صار في العارك هذي استفاد الناس العالم استفاد خل نقرأ وجهتين وجهتين نظر تع علم التمثيل من جوز جهابي ذا بالسينما الأمريكي واحد منهم كوبولا الثاني طون ذكالك اسم هنا نحب معارك بناء هذو معارك خدم تعرف التراجدية الونونية معارك بابين الآلهة زوس وأوديب ملوك والربوبة الآلهة يتعارك الفوق ديونيزوس عمل كذا هما هذم أساطير بس شوي يما أنا عايشين في الأساطير لكن شيعمل شيسمه صوفوكل فما مشاهد خد دامي تعاركوا نقوله أنا عارفي خير من عارفك أنا الآلهة يخشين على البطل هذو ما يتسميه معارك الخدم سيلي كوريل دوفالي أنا معارك الخدم ما يمونيش نحب معارك الفوق معارك فكرية فلسفية علمية معرفية باش نقدمو باش لاستفيدو فتح العكيري جيلو لمرسي فتح إلى إيبوكي ايش اسموه أنتوني هوبكين اه شو مجايبني لأنتوني هوبكين لا شو مجايبك لا معلاتها بالعكس خلي خلي لم يقالبروندو والله ممتس أنا وقت اللي حذرت في الكلم اللي هو النوع من لعدم الأعجاب وللتنسيب الموضوع ذكر في الحقل الدليلي متاحهم أسماء كبيرة طبعا لأنك فتح الهداوي بك شيء تمثل البارح جيد يعني ما عنديش حتى إحساس بالغذاذة مش غذاذة هما يقول لك سقف التطلعات كبير جدا يبحث فتح العكاري عن عبقرية في الأداء عند الفنان الكبير كيف يقر عوطيل يفهم العبقرية يقرع عوطيل أنا نأكد لك أنه بالذات فتح العكاري قاري عوطيل يعاود يقرأ ونتأكد لك أنه لو مش حافظ فقرات منه يعاود يقرأ ما لا ما فهموش شين حكمة من عوطيل شين حكمة من عوطيل خلنت عديل ونحب نحكي على منصف بي أعمل من عوطيل أما شين حكمة من عوطيل هو طويل القص منصف بي هل نجي منصف بي به روف بن عمر فتحي هداوي عملاق روفة 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 من خناخده الجانب الفني ممثل حلو مقيل فولوي كرير ألوي روفة بيدو روفة على مستوى الإنساني مستوى الصدق مستوى الأمانة مستوى الترانسبرانس والشفافية والإحساس من أجمل ما تعرف في حياتك روف من عمر أتمنى مشهد كمال كذلك أتمنى مشهد يجبعكم الثلاث عملا مع كمال نتمنى نتمنى ثلاثية أنت وكمال وروف بيانسير وماذا بين اللمين زيد وماذا بين العكاري يدخلوا للموضوع تفضلوا نعملوا حاجة تستدعى مش مباريات قد ما يكونوا بهين هوما قد ما أنا بهين قد ما الأخر بهين لكن مين قالك رو في الدراما فتح هداوي أقوى مني لكن في الكوميديا أنا أقوى منه تصنيفات هذه تصنيفات ما هيش أحنا ماذا بين موثلين كل يكون عنا نظرة استشرفية وبناء في العمل المتاعنا ما فهم ما يش مصلحت حتى حد أنه أنا يكون عندي شعور أني خير من الناس ولا الآخر يكون عنده شعور أنه هو أفضل أنه كذلك نحن المهم نكونوا كلنا بعين وهذا ممكن إذا نغيروا شوية ما بأنفسنا لنجم نقدم عنا موهم جبار لو عاش بكش انت شفت سسمو كيفاش يمثل شكون سسمو في شيرني جادي شير ما هذا ممثل تقول كأنه عام مثلا ثمانية وخمسين سنة مسرح حرفي وكذا شفت 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 سسمو عياد كيفاش تمثل أهل عياد وقياز يا حبيب قياز منجل عوني كالبوروتور منجل عوني مانيفيك 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 يفو منجل عوني رماس مانيفيك لنجل عوني نوردين بالعياد ماذا بي يجي ماذا بي نجل عوني مثلا بي يرجع لكن كيفاش ترجع تحت عبد الحميد يعيط استعمل بالطريقة ذي كفاطمة يعني المزج بيننا جمال مداني شفت العالم هذاك تحبت تخلوه بالطبع يعني لو عيط لك عبد الحميد مع ممثلين مع ممثلين مع عبد الحميد برابي اللي أنك حكيت على جهاد نهني جهاد خطر خضاء جائزة أفضل ممثل كوميدي في الاستداء الممثلية كوميدي إنه ليس كوميك إنه ليس كوميك هو العمل الكل وراه يقرأ على مشكلة شخصية عندها مشكلة عضوية في الروح على ذلك هو عميق ليس كوميديا رياض حمدي إخذها جائزة أفضل لممثل رياض دوما تقول أكسيون معاش رياضي واللي هو البرسوناج دونك خليه يخذ أنت فتح هداوي المتعود على الجوائس تقبلها بيصدر نرحب بما معناه أنه اللجنة اخترته على عمل أنت كذلك مرشح فيه ليه هو ليه دلغول رياض رياض خذي جائزة أفضل ممثل ليه رياض خذي جائزة أفضل ممثل ياخو رياض وكارو فيما معناه أنه أهم ليه ليه يزم يعطيه يضهم كل بالقدام مستوى عالي رياض أي أهم من فتح هداوي مش مشكلة يا أخي أهمية شنية الأهمية ما هيش هي عمودية هذي لجنة اختارت هذي لجنة اختارت مش عمودية وفقية أنه مش مشكلة يا أخي أنا توم متقلق ياسر ولا مفرحت ياسر كذي جوائز طبعا طبعا جوائز الجمهور حب الجمهور وحب الناس حب الجمهور نعرف في باليبية ما عاش نيش بجيزة وكتروفية بـ 12 دينار رجيبهولنا ليه مش 12 دينار 24 دينار 24 أه معنا تخلينا من الجوائز تولى روكونيسانس الاعتراف اعتراف اعتراف أنه موجي العوني في الرتور اكسراوردينير بعدما أغلب الناس يعرفوا موجي يقول لك ما عاش بشي رتور اكسراوردينير أنه سيف عمران سيف عمران سيف عمران سيف عمران سيف عمران سيف عمران فاتما مش معقول نحنا نحنا نستكشفوهم نعطيهم نعطيهم فضاء بيش عبروا بيش يحكيوا رميل يعمل شويس رميل شفتوا برشا عمل لرميلي رميلي يتلوع 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 ونخدم وهنا اما جويس شما جويس شما جويس اكبر جايزة هي سيف عمران هذا المثلين يتالعين طالعين طالعين ما نفيك هذو في الأيام يتلموا مجموعات مجموعات شي عبروا على حاجة قوية وإن شاء الله نوصل للتعبير على حاجة قوية بذوما نوصل لبلاتفورم الكبار معقول واحد مثلا في دور الأعمى وإيجان بأس أنا منحبش ديما عندي شعور أني بالغب اللي أنا بش ننسى ناس خرين هايلين برشا أما أكيد الناس اللي ساميتهم أكيد بشفرحوا برشا لأنه شهده من عند مغير المزايا راهي راهي تعال موهبتهم يا أخي موهبتهم وشقاهم وخدمتهم خليتهم مميزين الشيرني نعرفوا من اللي بدا اللي بل بسيمان اللي ولنين توا ما شاء الله عمل اسم باش بالمثابرة شفت الجاسوس وابن خلدون ولا لي جاسوس شوية ابن خلدون دا والله اي ابن خلدون ما شفت الجاسوس شفت شوية شقاولك ركزت على جونت بباها دير خطر متكوليش انطباع بريمان اللي شفت بريمان شوية بشنا نركز خطر اي تعرف اللي بطفي قريبلي اللي واللي ربيع زموري تكيلي تكيلي ربيع زموري ربيع زموري ربيع زموري ربيع زموري يا ظالم شو ذير اي شاسمه ربيع تكيلي قريبلي زيادة نحبهم وبودينا نضم كل اصدقاء فنحب الركز بشكينا نقول راي نقول راي بصفة معرفية مش بصفة انطباعية فقط اي اه تجربة اخرى حملتها في الاذاعة الوطنية وي وسألتك قطلك محتاج لها قطلي اي 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 نعم اي نعم قطلك راي اليوم المسلسلات الاذاية ما عادش عندها الصدام تعقبل الى غير ذلك في عهد اه تبدلت فيه المقييس حتى متاع الاستماع وتبدلت فيه المقييس متاع المشاهدة بالنسبة لل قطلي راي انا وجودي غدي كواجب ومهمني شو راي كل ما تعرفوا علي ما كل البرامتر البرامتر متاعي اللي نحطهم للتلفزة الكل انطيحهم من اجل عمل كما هذين عمل الاذاعي هو عمل مهم بالنسبة للممثل وبالنسبة للجماهير لانه ما تتوقعش قداش ثم جماهير عارضة تستمع الى دراماتيك ها السلسلات الدرامية الاذاعية يعني من شناب وحنا جايين ها وحاجة كلوف كل وحنا جايين بتبعت الحال كي يطلع الفيديو وطلع الواعد وتلفز وكل بش ينقص الوهش اما يقعد كيما المسرح ما بطلناش المسرح قعد المسرح رغم اللي احنا توا تلوادي وكاد وامور معنية كبيرة وديزيفي سبيشو شي ما يقتل شي يقلصوا شوية ينسبوا شوية اما بعد كل حاجة تاخد طريقها وعندها جمهورها الحقيقة اولا انعملت شوية راديو فونيك في فرنسا باش نتعلموا لاليكسندران باش كتنطق تنطق وما عندك شي لا تعمل هاك لا هات شي كالوذن تغمض يجب ان تسمع تسمع الرن وتسمع الموضوع كيف اقترح علي في تونس الموضوع ذا رأيت انه رأيت رأيت انه به لسباب عديدة منها انه نحن في حاجة انه نحكي تاريخ تونس بكل فأقل ما يملك عليش ما يستحقش تاريخ تونس يستحق ما مفميش ما مفميش ما مفميش ما مفميش ما يستحقش معناتها إنسان الشخصية الكبيرة هذية يجب نرزدو أموال طائلة جدا بين البريفي وبين الدولة أنا رصدنا رصدنا ما نقويش عليه مش تعمل حنة بعال ما تقويش عليه مش تعمل محمد علي الحامي ما تقويش تعمل قاعدة التلفزة الوطنية عاما غير ما تنتجرى ما ينجموش غالي برشا شيئ ذا يجبو ويجبو يكون مشاريع الدولة ويجبو يدخل البريفي ويحط في قلمتاعه وهذو من الأعمال وهذو من الأعمال أولاً ساعة أشوف فهمة قانون في المهنة ذي مهمش الأفلام الغالية برشا هي اللي كانت الأعظم في تاريخ السينما بل بالعكس ربما أقوى الأفلام هي الأفلام اللي مش غالي لكن هذا مش مشكلة احنا مشلتنا كيفاش نعوض ونطنضون لعله يجيوا ناس مكانيات ومنجين أخرين يقولك لأ علش ما نعملوش عليسة علش ما نعملوش فرحات حشاد علش ما نعملوش حنبعل علش ما نعملوش بورقيبة طب علش ما نعملوش تنهر الحديد الأعلام الأعلام اللي بنيه وتونس علش ما نعملوش سيدة المنوبية عزيزة عثمان هذم كل صاليحة صاليحة كذا كذا إن فكشون سوى مسلسل أو فيلم أو مسلسل أو فيلم أو ديس آنيمية أو اللي هو مقترح بي هذو ما كل غالين برش عملين الدولة الحسنية فقط ناخذوا من نشأة الدولة الحسنية للنهاية النهاية الدولة الحسنية هل ملحمة هذية معنا عليها حدث وعنش معنا محاولات غائلة وفي بعض الأحيان بداية إذا تعوض لمستوى تقبل الجمهور أنه على الأقل من خلال أصوات من خلال قصص تروى وتحكى للأذن وللخيال يعرش معنا المصر بي يعرش معنا الصادق بي يعرش معنا تعزيزة عثمان لذلك من الضروري الممثلين المعروفين صورة وصوتا الممثلين المعروفين صوتا وسيرفيز دراماتيك تعال أنه يحتضنوا مع بعضنا كل أنا طلبت من الممثلين الكل أنه يكونوا موجودين في العديد من المسلسلات الإذاعية الوطنية إذا ما كان الموضوع يخص شيء وطني يتشرف ويتفضل وينساوا موضوع الفلوس موضوع قداش بش نخرسه كذلك الأمكانيات ما تسمحش إذا النجم يقوموا بالشيء وفي نفس الوقت هو نوع من الواجب أنك من خلال مسلسلات رمضانية خاصة وغير رمضانية تحكي على حقاب تاريخية وعلى أعلام تونس من الرجال والنساء وأنا خليني بربي نعمل نداء لأنه فما برشا نس كيف يحلوا يوتيوب ويرقدوا على يوتيوب نسموا خرافة العروي نسموا حاجات على المساعد يجيني النوم هاكيكا وإن نسمع في خرافة فننصح الناس يدخلوا للموقع الرسمي بتاع الإذاعة الوطنية تونسية ويلقوا المنصف بي بأصوات ينجموا وهم ياخذهم النوم ينجموا مشكور هذا أنت قمت معملية بي استشهارية مسال أعلانية يعني لكن يلزم زادة الإذاعة الوطنية يعرفوا يعملوا كوميونيكاسيون بش يوصلوا الأعمال متاحهم إلى الجماهير في وضعيات مختلفة البث الإذاعي به أما يجب تبث على يوتيوب وخلينا وخلينا نقول أنه في وخلي الناس يشوفوهم في الجرامي وورد فما سيدييد مع أنت يعطيه أحسن خرافة في الجرامي وورد كما ياخد جاستن بيبر وبيانسي تاخد جرامي ياخد خلينا رجع لك شوية فتحي هداوي في هل دقيقتين اللي مزالوا فما احتفاء كبير من عند الجيل الجديد بيكنتي نلاحظ في التصريحات متاحهم الكل الفنان المتخلق الفنان الكبير الفنان اللي قال جيبولي أحسن من مثلين الشابين وكان فرحان نحكي على فارس لندلسي نحكي على ميرا درويش نحكي على يسمين بعبيد وغيرهم مع أنت نحس أنه قربت برشا من الشباب اللي معاك وكلهم يشكروا فيك الشباب ومش شباب عنا عنا يلزمنا الممثلين نكونوا لكتف لكتف عاطفيا نفسانيا وعمليا الممثلين اللي جوا وممثلين بهين وفي كل الحالات أنا قريب من الممثلين الشباب والشياب أكبر أنت أكثر من قريب للشباب ماذا يخليك شاب ليه عليه أنا عمل كيف كبير كنا بدفارة بلاتو أنا وسلاح مصدق وكمال وفتحي المسلمين أيما نتصور قاعد تعمل فيه كيف أكبر مع الصغار كيف كيف حتى روحك روح شباب إذا كان مش نحكي وعلى روح الشباب إذا كان مش نحكي وعلى روح الشبابيرا وإنتي مثال نحط نحطة ذي الشباب على الدواب 45 سنة يكبر فيه 40 سنة حبيب ما شاء الله شباب ديما يا عايشك فتحي هداوي نحب نشكرك برشا برشا أنا نشكرك زيدا واستمتعت جدا لأنه الحديث معاك ذو شجون وفما مع الحوار فما المعرفة قاعدة تجي لأنك انت توا ألهمت مش مش نقرأ عطيل ظهر فيه أنا يزي دقري سيد الغفران بيه سيد الغفران بقري سيد الغفران بيه أما مش نقرأ عطيل لولا رغم أنه روح فتح العكيري أستاذك معنت ها واسيدا برشا قرار ياسيدا فيهم الغث وفيهم السامين وفيهم اللي أسيدا لأثرو فيه برشا مهمش برشا فتح العكيري ما بيناتهم لأثرو فيه لا لا أثرو فيه محمد مومن لبيب الشريف جون جون بول أخفان منصف تريكي واسيدا عليش حسستني أنك كلمه مخذيتوش بمحبة رغمني أنا حسيت أنه قاله بمحبة انت سألتني سبال والله جابت كريب كل صدر نعرف أما حسيتك مخذيتوش بمحبة وقتلي أنا أخذيتو بمحبة أنا قتله وين تحب تمشي قليل العب قليل راهو فتحي الهداوي راهو عندما أتحدث عن فتحي الهداوي بلها سألتني سؤال ولا جابتك علي مجرعكي عن المحبة قتليش كون من الأساد دري أثرو فيك ذكرت لك ذكرت لك وذكرت لك زيدا تفاضلي تفاضليا خطر دي هي مسئولية تاريخية بالنسبة لي أنا ما يجب نتفاضلكش في الحكاية هذو اللي قرأوك اللي قرأوك قرأو هل يحق للتلميذ أن يقول أستاذ أقرأ هذا الكتاب بانسير من المشق خير لليوم أحنا أنا فما أساد أساد باتصار معهم يقول لي أقرأ كتاب فلانا نقول أقرأ ذلك أنا أقرأ ما أحكيه علاقة شنية جدلية هي أخذ وعطى أخذ وعطى نشكرك برشا مرسي بلها نتمنى لك مزيد التألق والنجاح وبي أحبك وتبقى نشوف راو زيد عندها حوار معاك راو متعة في حد دات والله متعة متبادلية بلها مفنوطش بالوقت قريت نعم وقالوا لي بعض الزوز غنيات قلتوا مع فاتحة هلها دوي بشنا بعض الزوز غنيات لا خلوك يجب فناني هلها نغنيو مرسي نشكرك برشا يا تكسحة فناني الكبير فأخي هلها